مشاهدين الكرام بات الصياد اليمني فريسة للأعمال العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن جراء التصعيد الحوثي ضد سفن الشهن ففي البحر الأحمر على وجه الخصوص يدفع الصيادون الفاتورة الأكبر للتصعيد الحوثي حيث أصبح نحو 126 ألف صياد وهم يعيلون نحو ثلاثة ملايين نسمة عرضة للجوع والموت الصيادون في محافظة الحديدة وحجة وتعز يشكون من أن البحر لم يعد آمنا بالنسبة لهم وإن تحركاتهم أصبحت محدودة بالقرب من السواحل والأوقات القصيرة هذا القلق يرجعه الصيادون إلى عودة الحوثيين لزراعة الألغام البحرية وانتشار القوات البحرية التابعة للغرب ما يشكل تهديدا مباشرا لحياتهم وحياة أسرهم التي تعتمد على الصيد كمصدر وحيدا للدخل وفعليا ترجمت مخاوف الصيادين هذه للواقع بعد العثور على ثمانية منهم من أبناء مديرية الخوخة جنوبي الحديدة الأسبوع الماضي وذلك بعد مضي نحو أسبوع من خروجهم في رحلة صيد في البحر الأحمر مصادر يمنية أفادت بأن الجثث التي عثر عليها في جزر ذو الحراب قبالة سواحل حجة شمالية الحديدة كان عليها أثار طلقات نارية مرجحة مقتلهم بنيران جهة عسكرية دون تحديد هويتها أما في بحر العرب فالصيادين الواقعين تحت سيطرة القوات الحكومية أقل تضررا من أقرانهم الذين حرموا من الاستياد في بعض مناطق سيطرة الحوثيين شمالية الحديدة ومع ذلك فقد طالت تبعات التصعيد الحوثي الصيادين إلى خليج عدن حيث تعرضت مئة سفينة وزورق للتحقيق من قبل البحرية الهندية خلال الشهرين الماضيين بسبب المخاوف من عودة أعمال القرصنة مسؤولون هنود قالوا أن بحرية بلادهم اعتقلت أكثر من 40 مركبا بحريا من بين تلك التي تم التحقيق معها مشيرين إلى وجود 12 قطعة عسكرية للبحرية الهندية قرب باب المندب والهدف توفير الحماية من أعمال القرصنة وتأتي معاناة الصيادين جراء توتر الأوضاع وعسكرة المياه الأقليمية اليمنية في ظل فصل الشتاء الذي يعاني فيه الصيادون أصلا بسبب العواصف وندرة الأسماك